السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد فإني أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره أن منَّ علينا بهذا اللقاء الطيِّب المُبارَك في رحاب هذه الجامعة الإسلامية العالمية في دولة ماليزيا العريقة والشقيقة والتي نُكِنُّ لها ولأهلها ولشعبها كل محبَّةٍ ودعاءٍ وتقدير أيها الأحبَّة إننا في هذا الصرح العلمي الشامخ وهذا المعقل المُتميِّز العملاق في رحاب هذه الجامعة التي بارك الله فيها وآتت أُكُلَها وخرَّجَت أجيالًا متعدِّدة نفع الله بها البلاد والعباد فالشكر لله عز وجل أن منَّ علينا بهذا اللقاء الماتع المُبارَك في هذه الليلة الغرَّاء ثم الشكر للقائمين على هذه الجامعة وفي مُقدِّمتهم سعادة مُديرها وأعضاء هيئة التدريس والإخوة الموظَّفين والزُّملاء العاملين وكذا الطُلاب المُتميِّزين فلهم منا الشكر والتقدير ونُشهِدُ الله أننا نُحِبُّهم ونُحِبُّ لهم الخير وندعُو لهم من رِحاب أم القرى ومن مكَّة المُكرَّمة ومن جوار الكعبة المُشَرَّفة ومن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبُثُّ إليكم عاطِرَ التحايا وصادِقَ الدعوات أن يَكْلَأَكم الله عز وجل بمنِّه وتوفيقِه وكلاءَته وحِفظِه وأن يحفَظَنا وإياكم والمُسلمين من مُضِلَّات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يُصلِح أحوال المسلمين في كل مكانٍ بمنِّه وتوفيقِه وكرمِه أيها الإخوةُ الأحبَّةُ المُبارَكُون الحديثُ معكم ومع طُلابِ العلم ومع أبناءِ هذه الجامعة ومنسُوبيها يجعلُنا نُعنى بأهمِّ القضايا التي يحرِصُ المسلمُ كل الحِرص على أن يُؤدِّيها ويقومَ بها ليُؤدِّي رسالته في هذه الحياة على أفضل وجه ولعلَّ الحديث عن الهوية ومعالم الهوية الإسلامية من أمرَز وأهمِّ ما ينبَغِي أن يكون المسلمُ على بيِّنةٍ فيه أيها الإخوة إن الهويةَ تعني أن يقوم المسلمُ ويلتزِم بمبادئه وقيمه ومُثُله وعقيدته بل وشريعة رب العالمين التي جاءَ بها سبحانه وأنزلَها على خير البرية صلى الله عليه وسلم لتحقيق سعادة الدنيا والآخرة هناك عددٌ من المعالم المهمَّة في بيان هذه الهوية الإسلامية لعلِّي أُوجِزُ القولَ فيها باختصار المعلمُ الأولُ والمُهم أن هذه الهوية تنبَني على العقيدة الإسلامية الصحيحة فالعقيدة الإسلامية التي سارَ عليها رُسُلُ الله جميعًا لا سيَّم أفضلُهم وخاتمُهم وسيِّدُهم محمدٌ صلى الله عليه وسلم هي المُرتكَزُ الأساس وهي القاعدةُ الكُبرى واللبِنةُ العُظمى التي تنبَني عليها أعمالُ العبد في هذه الحياة قُل إن صلاتي ونُسُكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمرتُ وأنا أولُ المسلمين المعلمُ الثاني الذي تقومُ عليه هذه الهوية أنها تقومُ على مبدأ الوسطية والاعتدال وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا فَلَا غُلُوَّ وَلَا جَفَاءُ وَلَا تَغْلُفِي شَيْءٍ مِّنَ الْأَمْرِ وَاقْتَصِدْ كِلَا طَرَفَي قَصْدِ الْأُمُورِ ذَمِيمٌ والمتأملُ للتأريخ والمستقرِئُ لأحداثِه يجدُ أن الفتن التي عصفت بالأمة الإسلامية إنما جاءت نتيجةً للخروج عن منهج الوسط إما بالغلو والتنطُّع والتشدُّد والعُنف وإما بالجفاء والتميُّع والانهزامية والمساس بالثوابت والمبادئ والقيم رأى ثالثًا أيها الإخوة أن هذه الهوية الإسلامية تقوم على أساس سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بها والحرص عليها وإحيائها يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجُ الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رد خرَّجه مسلمٌ من حديث عائشة رضي الله عنها والنبيُّ عليه الصلاة والسلام يقول كلُّ أمَّتي يدخلون الجنَّة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قل من أطاعني دخل الجنَّة ومن عصاني فقد أبى رابعُ هذه المعالم في تحقيق الهوية الإسلامية الصحيحة عنايتُها بكتاب الله عز وجل فالقرآن العظيم هو دُستورُنا الذي ينبغي أن نسير عليه في حياتنا كلها قد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مُبين يهدي به الله من اتَّبع رضوانه سُبُل السلام ويُخرِجُهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراطٍ مُستقيم فالعنايةُ بالقرآن الكريم تلاوةً وحفظًا وتدبُّرًا وتخلُّقًا بأخلاقِه وعملًا بأحكامِه كما كان عليه الصلاة والسلام فيما أخبرت عائشة رضي الله عنها كان خُلُقُه القرآن يُحِلُّ حلالَه ويُحرِّم حرامَه ويعملُ بمُحكمِه ويؤمنُ بمُتشابِه ويلتزِمُ بأوامِرِه هذا هو منهجُ المسلم الحق مع كتاب الله تبارك وتعالى وخامسُ هذه المعالم في هويتنا الإسلامية ونحن في رحاب هذه الجامعة أنها تُعنى بالعلم فالعلم أعذب الموارد العلم بناءٌ شامِخ العلم هو سبب كل خير وفضيلة والبُعد عن كل شرٍّ ورذيلة العلم منبع الفوائد ومجمع الشوارد وقل ربِّ زِدني علماً يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى وقل ربِّ زِدْني علماً يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقًا يلتمس فيه علماً ساهل الله له به طريقًا إلى الجنة خرجه مسلم وفي البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه من يُرِد الله به خيرًا ماذا؟ من يُرِد الله به خيرًا يُفقِّه في الدين ما قال من يُرِد الله به خيرًا يُهيِّئ له مالًا أو زوجةً أو عملاً أو منصبًا وإنما يُفقِّه في الدين فالفِقْه في الدين والعلم النافع هو سبب الخيريَّة في هذه الحياة وسبب إرادة الله الخير بعبده سبحانه وتعالى وما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يُحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء فَفُزْ بِعِلْمٍ تَحْيَى بِهِ أَبَدًا الناس مَوْتًا وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ دليلهم من القرآن أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ أَحْيَيْنَاهُ بالعِلْمِ أَحْيَيْنَاهُ بالإيمان وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات في الكفر في الجهل في الإلحاد في الوثنية في الشهوات في الشبهات ليس بخارج منها فهذا هو المسلم الحق الذي يرزقه الله عز وجل العلم النافع وما دمنا في محيط العلم فإننا نذكر أهم آداب العلم وهي الإخلاص لله عز وجل ألا لله الدين الخالص وما أُمِروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حُنفاء ويُقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ قُلْ إِنِّي أُمِلْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْأَجْرَ لَيْسَ بِحَاصِلٍ إِلَّا إِذَا كَانَتْ لَهُ صِفَتَانٍ لابُدَّ من إخلاصه وصفائه ونقائه من سائر الأدران فالإخلاص لله عز وجل في طلب العلم وفي أمور العبد كلها من الأسس والركائز التي يُبنى عليه أعماله فإن صلحت النية صلحت سائر الأعمال وإن فسدت النية والعياذ بالله فسدت سائر أعماله ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذلك من أهم ما ينبغي في العلم أن يُعنى به الإنسان وأن يجتهد فيه وأن يحرِص على العلم النافع وأن يحرِص على حفظ الوقت أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان فلابد من العناية بهذه الأمور الستة لا سيما أخذ العلم من العلماء لأن أخذ العلم من العلماء هو ضمانة المنهج الصحيح في التلقي والتحصيل وطلب العلم يقول الإمام الشاطبي رضي الله عنه لا ورحمه لا بد في العلم من معلم ولا بد في المعلم أن يكون متحققًا في العلم فأنصاف المتعلمين وأربعهم والمتعالمون الذين يدَّعون العلم وهم ليسوا منه في قليل ولا كثير لا ينبغي التلقي منهم بل ينبغي التلقي من الراسخين في العلم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلها ومن آداب طالب العلم أن يحرص كل الحرص على الصبر على التحصيل لا يريد أن يأخذ التحصيل بسرعة فمن أخذ العلم براحة لم ينل منه قدر الراحة من أخذ العلم بالراحة لم ينل منه قدر الراحة الراحة هي بسطة اليد فلا بد من الصبر وثني الركب وحني الظهور أمام العلماء وقاعات الدرس وفي حلق تحصيل العلم فأهل العلم يقولون إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى إذا جاء الصيف قلت والله حر شديد لا أستطيع وإذا جاء البرد تريد أن تتدفأ ولا تذهب إلى الدراسة وإذا جاء الربيع تريد أن تنظر وجهك وتجيل ناظريك في هذا الربيع الذي يشبه بلاد ماليزيا في خضرتها وحدائقها ذات البهجة وكذلك الخريف إذا كان طالب العلم يسوف ويؤخر من زمن إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى فمتى يطلب العلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه سافر شهرا لسماع حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلب العلم يا من شرفكم الله عز وجل بالنهل من ميراث النبوة ومن مشكات السنة ومن معين العلم النافع عليكم بالجد والاجتهاد والحرص والمثابرة فالعلم إن لم تعطه كلك لم يعطك إلا بعضا فكيف إذا أعطيته بعضك يعني قليلا منك لا تأخذ منه شيئا والمتأمل في حضارتنا الإسلامية وتأريخنا الإسلامي المجيد يجد أنه لم يكن أهل العلم رحمهم الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن الأئمة الكبار الذين سطروا أعظم حضارة عرفها التأريخ لم يحرص لم يكن ذلك منهم إلا بتوفيق الله عز وجل ثم بالجد والمثابرة والحرص والصبر على طلب العلم وثني الركب فيه كذلك مما ينبغي على أداب طالب العلم أو مما ينبغي في أداب طالب العلم أن يحرص على أدب الخلاف أن يحرص على أدب الخلاف واحترام العلماء لا سيما من الأئمة السابقين لا ينبغي لأحد أن يطعن في الإمام أبي حنيفة ولا في الإمام محمد بن إدريس الشافعي ولا في الإمام مالك بن أنس ولا في الإمام أحمد ولا في الأوزاعي ولا في الليث بن سعد ولا في سفيان بن عيينة ولا في سفيان الثوري ولا في سلك الكوكبة والنخبة من علماء الإسلام فإن الطعن فيهم من طعن فيهم فهو على غير منهج السلف وليس من منهج السلف إلا حفظ مكانة العلماء التي حفظها الله عز وجل وقرنهم باسمه في شهادته وشهادة الملائكة بالوحدانية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكذلك أيضا ينبغي أن نحرص كل الحرص على توقيرهم والتأدب معهم وإن أخطأوا فهم ليسوا بمعصومين لكن خطأ العالم إذا أخطأ وهو مجتهد فله أجر وإن أصاب فله أجران فالطعن في العلماء ليس على من ذكرهم بغير الجميل فهو على غير سواء السبيل كما ذكر ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله ولهذا ضرب الأئمة أروع الأمثلة في سلامة صدورهم وفي صيانة قلوبهم أن تحمل غلاً أو حقداً على أحد من المسلمين الإمام الشافعي رحمه الله يخرج من بغداد ويقول خرجت من بغداد وليس فيها أروع ولا أفضل ولا أعلم ولا أتقى من الإمام أحمد والإمام أحمد يقوم آخر الليل ويدعو ويرفع يديه يدعو للإمام الشافعي هذه هي أداب العلماء وهذه هي أخلاق العلماء فما بالنا نجد اليوم في بعض المنتسبين إلى العلم من يطعن بالعلماء ويُزري بهم ويتهمهم ويأخذ الوشايات والدعايات المضلِّلة عنهم فليحذر طالب العلم أن يلقى الله عز وجل وقد ولغ لسانه بعرض أحد من أهل العلم فإن لحوم العلماء مسمومة قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لا تغادر منزله إن زارني فبفضله أوزرته فلفضله فالفضل في الحالين له ألا ما أحرى طلبة العلم اليوم أن يتحلوا بمثل هذه الآداب ويعذروا بعضهم بعضاً في مسائل الخلاف فكلهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم كذلك أيها الإخوة من معالم هويتنا الإسلامية أنها تُتبِع العلم العمل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس علمنا محسوراً في القلوب ولا موجوداً على الأرف في المكتبات وإنما هو علم ينزل إلى الميدان إذا سمعت الله أكبر تُبادِر إلى الصلاة وتكون على عقيدةٍ سليمةٍ صحيحة تكون حريصاً على السنة تكون مُحيياً آثار سلث هذه الأمة تكون حريصاً على أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج إلى بيت الله الحرام وإلى التخلُّق بالأخلاق الإسلامية وإلى القيام بأعمال البر والخير كلها في كل مجال من المجالات وسابع هذه المعالم أن هويتنا الإسلامية تقوم على وحدتنا الدينية وأخوتنا الإيمانية إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذه هي الأخوة الإسلامية التي بتوفيق الله عز وجل تسامت عن الإقليميات العربي والعجمي والإفريقي والآسيوي كلنا إخوة في الله كلنا مسلمون كلنا متحابون في الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمى خرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وفي الحديث الآخر في الصحيح أيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه فيا أيها الإخوة الذين أعزكم الله بهذا الدين نحن إخوة نحن مسلمون جميعا وإن اختلفنا هذا سعودي وهذا ماليزي وهذا أفريقي وهذا آسيوي لكن إن يختلف ماء الوصال فماءنا عذب تحدر من غمام واحد أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد سابع هذه المعالم أيها الإخوة في الله أننا أمة تقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الدعوة إلى الله والاطلاع بها مهمة الأنبياء والمرسلين بالكلمة الطيبة بالابتسامة الرقيقة بالمشاعر النبيلة بالأخلاق العليا بالشمائل الكريمة هذه هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادِلهم باللَّة هي أحسن فهذا هو منهج الدعوة إلى الله ليس سفكًا للدماء ولا هتكًا للأموال والأعراب ولا تخريبًا في البلاد والمُقدَّرات والمُكتسَبات وإنما رفقٌ وحكمة وصبرٌ وحلمٌ وموعظةٌ حسنة ومُجادلةٌ بالحُسنة إلى متى وبعض الناس يجهل شريعة الله عز وجل في الدعوة إلى الله ويُعلِنُ سفك الدماء وتكفير المسلمين وتدميرهم وسفك دمائهم ويُولِّ وجهه تجاه لوثاتٍ مشبوهة ومشارِب موبوءة ومذاهب مخبوءة والمُسلم الحقُّ هو من يسيرُ على ما سار عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الذي أُرسِلَ ماذا؟ أُرسِلَ رحمةً للعالمين وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين فبما رحمةٍ من الله لِنت لهم ولو كنت فضًّا غليظ القلب لن فضُّوا من حولك ثامنُ هذه المعالم أيها الإخوة معلمُ الأخلاق الإسلامية الزكية التي تسمُّ بها هذه الأمم إلى مصاف الأمم العظيمة التي جاءت بحضارتها في رفقها في حلمها في صبرها في حفاظها على مُكتساباتها ومُقدَّراتها وثوابتها ومبادئها وقيمها فصنعت بإذن الله أعظم حضارةٍ عرفها التأريخ وقولوا للناس حُسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن بمعابد الإفرنج كان أذانُنا قبل الكتائِب يفتح الأمصارَ لم تنسَ أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والحرب تقذِفُ نارا ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنعَ الوجودَ وقدَّرَ الأقدارا فالأخلاق الحسنة الكلمة الطيبة التعامل المرموق الذوق الرفيع حُسن الظن بالمسلمين سترهم والرفق بهم وسلامة اليد كفُّ الأذى وبذل الندى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحُرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا إن الرجل ليدرك بحُسن خُلُقه درجة الصائم القائم والمرأة التي خرجت فرأت كلبا فرأت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش فنزعت موقها فقدَّمت له ماءً فسقته شكر الله لها فغفر لها والمرأة التي تؤذي جيرانها بلسانها وهي صائمة النهار قائمة الليل لم تنفعها صلاتها ولا قيامها وقال صلى الله عليه وسلم قال هي في النار فالأخلاق العظيمة الزاكية والشمائل الكريمة أهن براسنا فيها رسول الأخلاق صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ انظروا المؤكدات في هذه الآية الواو للتأكيد إنك إن المؤكدة الكاف كاف المخاطف لعلى اللام على تقديم المعمول لعلى خُلُقٍ نَكِرَةٍ تَعُمُّ كل الأخلاق عظيم عظيم لا يشمل الأخلاق التي يتاجر بها بعض الناس يبتسم لتمشي بضاعته يبتسم ليروج لإعلان ودعاية لا نحن أخلاقنا عظيمة عظم ديننا وعظم رسولنا صلى الله عليه وسلم ونريد فيها ما عند رب العالمين من خيري الدنيا والآخرة وتبسُّمك في وجه أخيك صدقه من يريد أن يحرم نفسه من هذا الخير وكم فرَّطنا في مثل هذه الأموم من المعالم أيها الأخوة في حضارتنا وهويتنا الإسلامية أنها هويةٌ شاملةٌ كاملة لم تقف عاجزةً يوماً ما عن السير في ركب الحضارة ومتطلبات العصر والتقدُّم التكنولوجي الذي يكون في الأزمنة وثورة المعلومات وشبكة المعلومات ولهذا أصبحت ماليزيا ولله الحمد والمنة من النماذج المشرقة في رعايتها لأصالتها ومعاصرتها فنحن نريد من أمتنا الإسلامية عنايتها بالعلوم علم الكتاب وعلم السنة وعلم الفقه وعلم اللغة العربية لغة القرآن لا أن نتعلم فقط الرطانة من اللغات الأخرى يوسبيك إنجليش وغيرها من اللغات وإن كان المسلم يحرص أن يبلغ رسالة الله في كل لغة ويستفيد ويستثمر كل لغة في الدعوة إلى الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم لكن اللغات والبرامج الجديدة والاستثمار وقنوات المعلومات وشبكاتها الدولية ليست على حساب قيمنا ولا مبادئنا ولا أصالتها إن هناك أناساً عبوا من حضارة الغرب وأصبحوا ينظرون إلى غير المسلمين نظراً بهار وعندهم عقدة من هؤلاء ويظهر دينه دائماً مظهر المنهزم وليس عنده ثقة فيما حباه الله عز وجل من دين عظيم فنحن أعزاء بديننا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وليس العيب في ديننا أبداً العيب في سلوكيات بعض المسلمين وفي تصرفات أفراد المسلمين وإلا فديننا جاء للدنيا والآخرة جاء للأصالة والمعاصرة جاء لكل خيري الدنيا والآخرة وأمور المعاشي والمعاد المعالم الأخير أيها الإخوة في هويتنا أننا نعنى بالأسرة نعنى بالأسرة المسلمة ونعنى بالجار ونعنى بالمجتمع ليس هوية المسلم أن يقبع في مسجد فقط وإنما في المسجد وفي المصنع وفي السوق وفي المتجر وفي كل مكان يخدم هذا الدين فهو على خير فليجتهد فيه كذلك يخرج بيتاً مسلماً وأولاداً صالحين وزوجةً صالحة المرأة المسلمة أختنا وبنتنا وهي الزوجة وهي الأم لها مكان في هذا الدين تشارك في الدعوة إلى الله وفي خدمة المجتمع لكن في محيطها المصون المحافظ الحيي الكريم الذي لا يعرف التبرج ولا يعرف والعياذ بالله الانسياق وراء الشهوات ووراء الموضات والانزلاق أمام تقليد الآخرين بل تحتفظ المرأة المسلمة بهويتها وعقيدتها ودينها ومبادئها بهذه المعالم أيها الإخوة المهمة صنعت بإذن الله أمتنا هذه الحضارة الإسلامية العريقة التي سطرت الصفحات الناصعة والبيضاء عبر التأريخ كله حضارتنا الإسلامية في صدر الإسلام وكذلك في الدولة الأموية والدولة العباسية وكذا في حضارتنا الإسلامية في الأندلس في الأندلس العظيمة الإسلامية وكذا حضارتنا الإسلامية في أيضا الدولة في الخلافة العثمانية وكذا ما شملت أيضا المملكة العربية السعودية والجزيرة من حضارة إسلامية ودعوات إصلاحية وكذا في ماليزيا وكذا في أفريقيا وفي كل مكان هذه الحضارة لماذا خبت ولماذا انطفأت جذوتها لما وجد جيلٌ فرَّط في هذه المعالم منهم من فرَّط في عقيدته ومنهم من فرَّط في عباداته ومنهم من فرَّط في أخلاقه ومنهم من فرَّط في قيمه ومباديه وسلوكه ومنهم من أخذ فكراً غير فكر المسلمين وأخذ يعُبُّ من غير المسلمين في ثقافاتهم وأفكارهم ومنهزما وليس دافقة أمام مجتمعه المسلم وبني قومه وكذلك ظل من ظل يوم أن يممت بعض الجهات وجهها لتأخذ العلوم المعاصرة على حساب الثوابث والعلوم الأصيلة ويوم أن جمدت وانطوت بعض الجهات والأفراد على علوم عفى عنها الزمن فعلوم الدنيا والآخرة هي ما يجمع بين الخيرين وما يشمل النورين نور الكتاب ونور السنة واستثمار علومنا المعاصرة في خدمة الإسلام نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والتاجر المسلم والكيميائي المسلم وأيضا الصناعي المسلم والتاجر المسلم ومسلم في كل مكان وفي كل مجال من المجالات وليس ذلك الله علينا بعزيز على أمتنا الإسلامية نرى في هذه الوجوه وفي مثل هذه الجامعة وأبنائها من يحيون الأمل ومن يبعثون التفاؤل أنتم الجيل أيها الإخوة الذين تعلق عليكم الآمان والله الله في النهوض بهذه الأمة والالتزام بمسيرتها وجماعتها والسير بها السير الصحيح على المنهج الحق وحذاري من النكوص عن هذه المسؤولية أو التخلِّي عن سفينة النجاه أو البُعد عن ما ينبغي أن يكون عليه المسلم مع إخوانه المسلمين فأنتم الأمل بعد الله ونحن أمة لا تعرف اليأس ولا يعرف اليأس إلى نفسها طريقًا نحن لنا النصر بإذن الله وكان حقًا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وهذه وعود صدق ونحن نشهد ولله الحمد والمنة التغيُّرات الكثيرة الإيجابية في هذه الأمة فعلى شباب المسلمين أن يحرِصوا على هذه المسيرة الهادئة الخلوقة المُتألِّقة التي لا تعرف الفوغى ولا تعرف الاضطراب وإنما تعرف سلوك الطريق الصحيح في الإصلاح وفي العلم وفي العمل الصالح وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الرُّجوع إلى العُلماء وفي النهل من علومهم وفي الصُدور عن رأيهم لا سيَّما في القضايا المُعاصرة والنوازل والمستجدَّات التي تكون بين الفينة والأخرى في أمتنا الإسلامية شكر الله لهذه الجامعة ولمُديرها الكريم ولأعضاء هاية التدريس فيها ولطُلابها الذين رأينا فيهم من الحرص على الطلب والتحصيل ما إشرأبَّت به أعناقهم فنظَّر الله وجوههم نظَّر الله إمرأً سمع منا حديثًا فوعاهُ فأدَّاهُ كما سمعه فربَّ مُبلَّغٍ أوعى من سامع اللهم إنا نسألك بأسمائك الحُسنى وصفاتك العُلا أن ترزُقنا العلم الناثِع والعمل الصالح وأن تستعملنا في طاعتك وأن تُصلِح أحوال المسلمين وتحقِن دماءهم وأن توفِّق إخواننا المسلمين في ماليزيا وأن توفِّق إخواننا طلاب هذه الجامعة لما فيه الخير والسداد وأن تجعل من هذه الجامعة جامعةً رائدةً مصلحةً حريصةً كل الحرص على قضايا المسلمين وعالمية الدعوة الإسلامية وأن تُبارِك في جهودها وفي جهود القائمين عليها إنك جوادٌ كريم وأن توفِّق المسلمين جميعًا إلى العودة إلى كتابك وسنة نبيِّك صلى الله عليه وسلم وأن تجمع قلوبهم على الحق والهدى وأن تعيدهم من الخلاف والفرقة والشقاق والنزاع إنك جوادٌ كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته